مسألة الهروب عن مجلس سيد الشهداء ليش الناس ما صر على رغم اليوم في الاستماع والله أنا لست بصدد اعمال دعاية لي من بر الحسين والله لا يحتاج لها دعاية البعض الآن يجلس في المأتام وعند حالة من الترقم عين على الخطيب وعين على الساعة في كثير من المناطق خصوصا في مجالس العزاء حالات الوفاء يصعد الخطيب مقبضة مصف ساعة راح يقرأ 25 دقيقة بمجرد ان يصعد الخطيب على المنبار واذا الناس يفرون يمينا شمالا كأن ملك الموت صعد على المنبار شايد بس ليش هذا الذي قاعد يصير وليش الاستهانة بمجلس الحسين والله اخواني هذه من اعظم النعم علينا شوف هذه نعمة بس احنا اذا لم نقدر هذه النعمة لم نلتفت اليها يمكن نخسرها في يوم من الايام كما خسرها غيرنا لاحظوا اكو كثير من النعمة اذا احنا ما انقدر النعمة ها ونلتفت الى قيمتها قد تسلب مننا اذا كنا غير مؤهلين لتلك النعمة اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اكو ذنوب تغير النعم تسلب النعم من الناس ها ارجوك اذا صار مستوى الناس تفكير الناس انه يجي ها يقلل من مجلس للشهداء يستهين لا يرغب في الحضور هذا خلي يعيد النظر هو عند الخلل فيها مو في المجلس الخلل في شخصيته هو مواعي انا الاوان ان نتعامل مع مجال السيد الشهداء بوعي اكثر بمسؤولية اكبر هذه امانة الامام الصالق عليه السلام يقول تجلسون وتتحدثون ان تلك المجالس احبها احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا مولانا الرضا يقول من جلس مجلسا يحيا فيه امرنا لم يمت قلبه يوما تموت القلوب تلك المزيد الشهداء تلك اتمنى